حقوق الزوج الزوج له حقان حقان رئيسيان واحد المقاربة ميجوز للمرأة أن تمنعه نفسها كما تقول الرواية ولو كانت على ظهر قتب شنو يعني على ظهر قتب يعني فوق الابعير راكبة هو فوق الابعير قرر يقاربها على ظهر القتب تقول لها عمي خل ننزل تحت يقول لها لا هنا فوق الابعير فوق القتب ما لحق تقول لها خلي ننزل أي مكان أي زمان إلا إذا أكو مانع شرعي ظهره ينكسر إذا صارت على ظهر القتب وخشبات طالعة ظهره راح ينكسر مثلا لكن لو فرضنا ما في مانع شرعي ما لحق تمنعه هذه كناية عن عدم جواز منعها إياه مطلقة إلا إذا أكو مانع مريضة مثلا ممكن تموت حاطيلها كذا الأدوية والإبر وكذا هو جائل يقاربها غرفة الإنعاش إذا قاربت موت تنتهي بعد إلا حق تقول لها عمي أطلع برها الحشي شنو أو فرضنا عندها مانع شرعي كانت حائضا مثلا نفساء في حالة إحرام بحالة صيام هناك مانع شرعي في مثل هالموارد يحق لها تمنعه أصلا مو يحق لها واجب تمنعه مو يعني مسألة اختيارية لو فرضنا الرجل مو ملتزم جاي بحالة الحيض يريد يقاربها تمنعه أشد المنع أشد المنع تدفعه تقاوم قدر إمكانها لأنه يرجع تكب حرام أما إذا فرضنا مانع شرعي مانع جسدي غير موجود ما لحقت منعه لعن الله المسوفات رواية فيها رواية واردة المسوفات هي هن النسوة اللواتي يقلن لأزواجهن سوفة مسوفات يجيها الرجل تقول له سوفة بعدين روح الحين تعال باتشر مثلا ما يصير الحشي تعال بعد نص ساعة ما لحق ما فيها روحوا تعال هذه الأيام أكو قضية ما الشيء يقولون هذا الرجال اغتصب مرته هاي بالقانون الدولي قانون الشيء اسمه الأمم المتحدة أنه لا ما لحق يكون هي ترضى وإلا يعتبرو اغتصاب لكن اليوم كنت أشوف بالصحف كاتبين بأفغانستان الشيعة طالبين قانون أحوال شخصية لهم يخصهم فمعطيهم يبدو الأمم المتحدة معترضة قائلة هذا القانون في هذا الحشي اللي يريدون يسووه الشيعة لهم مع أنها مو بس الشيعة حتى الظاهر غيرهم يقولون بي لكن طلعت بسمهم القضية هذا في ضمن قانون الأحوال الشخصية أن الزوج له حق أن يغتصب زوجته وإذا رفضت يتركها بلا طعام يعني نفق ما ينطيها صايغية فرد صياغة يتركها جائعة كذا بلا طعام يعني شي يفترضون هذه رح تموت من الجوع إذا مثلا ما مكنته كلام كلام فاضي هذا مرت من حق الرجل عليها أن تمكنه من نفسها متى أراد ما لم يكن هناك مانع هذا واحد الحق الثاني أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ما تطلع من البيت إلا بإذنه تستئذنه لو إذن خاص كل مرة لو إذن عام تقول له أنت تسمح لي أنا أطلع أي وقت إلا إذا في وقت ما ترضى نقول لي يقول لها ما يخالف خلص أي وقت يعج بش طلعي إلا إذا منعتج إذن يعطيها من دون إذن ما يجوز لها أن تطلع من البيت حتى لو فرضنا عشرين سنة قعدت بالبيت ما شافت الشارع خلص من حقه ذلك هنا أكو كلام بين الفقهاء هذا الخروج مرة ينافي حق الرجل يعني الرجل موجود بالبيت ويريد المرة يمه تقول له أنا أريد أطلع أكيد ما لها حق هذه أكيد ما فيها كلام ومرة لا ما ينافي حق الرجل الرجل هو طالع للدوام هي أهم تقول له أنت تطلع أنا أروح بيت أبوي مثلا يحق لا يمنعها بهالشكل حالي الأحوط وجوبا نعم حتى لو كان خروجها لا ينافي حقه لا تخرج إلا بإذنه وإذا طلعت من دون إذنه من دون الرضاح تعتبر هذه المرأة ناشز نشوز يعتبر هذا إذن هذاني حقاني للرجل ترجمة نانسي قنقر